من جانبه بارك النائب عن حزب تقدم طالب المعماري الكتلة السنية الجديدة تحت مسمى الصدارة قائلا أنه قرار شجاعوا مستعدون في تقدم للمضي سوية هذا ورأى مراقبون أن الحلبوسي نجح بإحراج رقادة الإطار في ليلة التصويت على شعلان الكريم إلى جانب تفكيكه لخصومه السنة عبر تعليل مشاريعهم الخبيثة تجاه المكون السني أضفوا أن حزب تقدم بقيادة الحلبوسي أصبح هو الأقرب لنيل منصب رئاسة البرلمان